موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها في أخبار التكنولوجيا واتساب يطلق ميزة جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها قريبا تعتزم شركة واتساب إزدار تحديث جديد لتطبيقها خلال الفترة المقبلة يضم ميزة ريكون والتي تسمح للمستخدمين باستعادة رسائلهم مرة أخرى بعد إرسالها وكان من المتوقع أن تصل تلك الميزة خلال تحديث واتساب الأخير ولكن هذا لم يحدث إذ أنها تساعد مستخدمين تطبيق في استعادة رسائلهم التي أرسلوها بالخطأ أو التي ندموا عليها من الأخبار المنوعة مشاهدين اخترنا لكم من صحيفة القدس باحث بريطاني الحياة على كواكب أخرى غير الأرض قريبا قال الباحث الفلكي البريطاني كريس أمبي إنه من المتوقع العثور على الحياة في كواكب أخرى قريبا مع تسارع التطورات التقنية في علم الفلك وأوضح أنه بعد أقل من عقدين من الزمن ستكون هناك حياة خارج كوكب الأرض لكن ليست كما نتمنى ولا تشبه تلك الموجودة على كوكبنا الغد الأردنية أخيرا شاشات هواتف غير قابلة للكسر جاء في تفاصيل الخبر تمكن علماء من تطوير مادة جديدة غير قابلة للكسر تدخل في صناعة شاشات الأجهزة الإلكترونية المحمولة وأضف العلماء أن المادة الجديدة لا تتميز بالصلابة فحسب بل أيضا بقدرتها على ترشيد الطاقة وسرعة توصيل الكهرباء صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم دواء مستخلص من سم الثعبان علاج آمن لجلطات الدم صمم باحثون تايوانيون دواء يتفاعل مع مستقبلات موجودة على سطح خلايا تخثر الدم مستخلص من سم ثعبان تريبي دولايموس واجي ليريكس أحد الأنواع الموجودة في جنوب شرق أسيا ويقول الباحثون إن بروتينا موجودا في سم هذا الثعبان يمكن أن يكون الدواء الأكثر أمانا للوقاية من جلطات الدم دون أن تسبب نزيفا كأثر جانبية